ومنها الحب ما القتل فهل المسلم منتشر صح ولا الانانية والانفصام هم اللي بيدفعوا القاتل انه قاتل اللي بيحبه مقساتنا هي رأشة في تقرارة مرة تانية ولكن المرة دي في محافظة بورسعيد وده بعد ما قتل شاب خطبته بعد ما ثابته ورغم انها كانت يتيمة لأب والأم وكانت مسؤولة على أخوها الصغير اللي عنده تسع سنين إلا ان كل ده مش فعلهاش عند القاتل واتمكنت الأجهزة الأمنية من القبضة على القاتل واللي اعترف بتفصيل جريمته واللي كانت بسبب انفصالة عنه وده بعد ما عرفت انه متجوز وعنده طفلة وده اللي خليها عايزي انتقن منها واتعرفت القضية باسم نير أشرف فورسعيد وبداية القضية بعد ما استقبلت الشرطة بلاخ من واحد من قرايب خلوط درويش واللي بتبلغ من العمر 20 سنة وده بعد ما رأى جسدها جوه شقتها وعليها أصار خنق وكدمات وبعد التحريات قدرت الأجهزة الأمنية وتوصل للقاتل وتحدد مكانه وبتواصل للنيابة التحقيق في القضية وده بعد ما تم نقل جسد خلوط المشرحة لغاية ما يتم التصريح بالدفن